قال أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين إن الوزارة تعمل على إنشاء مسارات سياحية دينية إسلامية ومسيحية بالتعاون مع اللجنة المكلفة لإعمار مقامات الصحابة كما جرى عمل مسارات خاصة للمواقع المسيحية بعد اعتمادها رسميا من قبل الفاتيكان وبالتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل قدوم الحجاج والأفواج السياحية كما تعمل الوزارة أيضا على تهيئة درب الحج المسيحي الذي يربط بين المغتس وجبل نيبو لتكون هذه المواقع نقطة جذبا للسياحة الدينية